اشتركوا في القناة اليوم عقدت الجلسة الأولى في مقر جامعة الدول العربية وخلال الجلسة تم مناقشة مجموعة من التقارير الدورية للجان وخلال الجلسة أيضا تم مناقشة تطورات القضية الفلسطينية ودعم الشعوب العربية إلى القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وأيضا خلال الجلسة وافق البرلمان العربي على مقترح مجلس النواب البحريني الذي تقدمنا به بشأن دعم وتأييد مبادرة مملكة البحرين والدعوة التي تمناها الاجتماع الأخير للقمة العربية الذي عقل في مملكة البحرين لعقد مؤتمر أو اجتماع موسع لدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وهذا الموافقة تؤكد نجاح الدبلوماسية البرلمانية البحرينية في دعم كافة الجهود تقوم فيها مملكة البحرين بقيادة سيدي جلالة الملك وسيدي سمو ولي العهد لدعم الشعب الفلسطيني ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وبذلك انتهت أعمال الجلسة نعم من القاهرة سعادة الدكتور هشام العشيري عضو مجلس النواب شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر